موسيقى 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 إن شاء الله نرح نتعلم أنيميشن يشتغل مع البتن في حال ضغط البتن راح نشتغل عندي الانيميشن فنرح نحتاج طبعا بتن وصورة عشان نتشغل الانيميشن راح نخلي الانيميشن منفصل عن البتن نفس صفحة بروح يبلش بروح فراح نسوي طبعا برو بايتين نحتاج اثنين ناراتومك STRONG IP OUTLET WK INTERFACE IMAGE نسوي كوب حق هذا WK INTERFACE BUTTON IMAGE 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 UMAGE UMAG IMAGE UMAGE 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 0 أول شي بنسوي animation عشان تظهر لي الصورة بطريقة حلوة وبعدين يبلش animation loading راح نقل self animate with duration هني فرق بسيط بين ios هني تحدد وقت الظهور طول 0.5 animation here نحط semicolon هني تحط اي كوتي بسيط نحن نقول self.image set alpha equal 1 نحن نسوي animation حق الصورة نداخل الصورة في loop animation loading نكتب self.image set image named تكتب اسم الصورة بس قبل أن نتب اسم الصورة تحتاج تعرف شون اسم الصورة هو لكن نكتب LOA من دون رقم لازم يكون رقم بعلي الكلمة عشان قبل تفهمها لازم LOA وين هو يبيل بالترتيب حلو فتحتاج لازم LOA لكن تحتاج من أن ننقل صورة أنا حذف الصورة أنقلها مرة ثانية لكم هذه الصورة مثلا نروح داخل تحطها هني راح تلي هني universal upload فنروح نشيل universal نحط upload وننقل هذي الابل watch طب نعمش الي universal شغيل راح تشتغل في حال ما سويت هالخطوة ما راح يشتغل معك animation زي نروح نكتب LOA هني زي الزي الحين مفروض في خطة بسيطة إذا عالجو الversion هاذا أو لا أنه متشاغل animation راح يشتغل لمالا نهاية ويشتغل حتى وقت لما بانميشن كتبت LOA بس راح يبلش animation راح نجربه في حالة راح يستخدم طريقة أخرى فهني راح نسوي button حلو نحط button نقول لها start ونحط image راح نخلي image فوق البطن تظهر شدي هني aspect to fill or fit sorry size size to fit or height نحط نوصل action الامج نوصل هنا start ونسوي ونقوم بإختار حين image view ونقوم بإختار ونقوم بإختار ونظهر لك لا يوجد نقوم بإختار نقوم بإختار الوي يختار الزد أولى نحتاج أن نحدد للوقت نحدد لكل هذه الأشياء نقول لها self.image animate start animating with image range يعني هنا تقول لها كم صورة من وين الليوان يبلش و كم مرين عاد نقول لها انس range هنا تطلبها تفتح cause cause تكتب من صفر لآخر صورة احنا عنده 29 او ممكن تكتب 29 duration مدة لهذا تتقسم الرقم على 30 ويحطعك واحد انا بالنسبة لي repeat count في حال كتبت واحد فيصير لما لا نهاية sorry اذا كتبت صفر يقعد يعيد لما لا نهاية اما اذا كتبت رقم معين سيقعد عدد المرات التي كتبتها سيقعد بصفر رقم غير معين سيقعد سيقعد بصفر لما لا نهاية اتمنى انكم استفدتوا وشكرا متابعتكم كام معاكم واخوكم ويوسف الصالح اشتركوا في القناة